أسوأ ما في الأمر هو أنني كنت أتمنى الموت كل يوم ولا أستطيع أن أجده بهذه النبرة التي تلخص المأساة يسرد أحد المختطفين يوميات التعذيب في السجون الإماراتية التي وضعت فيها مختطفين ومخفيين قسر قصص من جرائم التعذيب يشيب لها الرأس وتضع في الضمير الإنساني علامات استفهام كبيرة بحجم المباني الشاهقة في العالم التي تحمل عنوين كبيرة من بينها الأمم المتحدة التي تحوي مضامين من بينها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ثم تدير ظهرها إزاء انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن التحقيق المؤسع عن السجون الإماراتية لوكالة Associated Press أزاح ستارة عن الزنازين المظلمة التي تنتشر بالتوازي مع المدرعات الإماراتية وحيثما وجدت الإمارات في اليمن تواجدت مساحات الظلام والتعذيب والاختطاف بحسب متابعين هناك في عدن عالم مخفي من عمليات التعذيب الممنهجة في سجون تديرها الإمارات والجديد في الوحشية التي تكشفها نتائج التحقيقات المتتابعة هو تنوع وسائل التعذيب من بين تلك النتائج تحقيق وكالة Associated Press الأمريكية لسجناء في المعتقل الرئيسي الذي تديره الإمارات في منطقة بير أحمد بمدينة عدن إضافة إلى نزع الغطاء عن أصناف من التعذيب مورسة بحق المختطفين بحسب الشهادات التي رصدتها الوكالة الأمريكية فإن القائمين على جرائم التعذيب انتهجوا جدولاً زمنياً محدداً طوال أيام الأسبوع وتم تخصيص يوم الجمعة للسجن الإنفرادي وتقول الوكالة من بين خمسة السجون توجد أربعة منها في عدن بحسب مسؤولين أمنيين وعسكريين يمنيين فضلوا عدم الكشف عن هويتهم خشية تعرض حياتهم للخطر رغم قصة جرائم التعذيب وشهادات الذين تم مصادرة حريتهم وآدميتهم إلى أنه له موقف رسمياً للشرعية إزاء التعذيب اليمنيين وانتشار السجون الإماراتية على الأراضي اليمنية اشتركوا في القناة